موسيقى موسيقى يوم ليوم وليل لليل يصبر بالحق والزلال أن الإله العظيم طريطه قويم لعشره رحيم أليلويا إله عظيم طريفه قويم صاخته وفديه موسيقى يوم ليوم وليل لليل يخبر بالحق والزلال موسيقى 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 وأيضا عندها حاصلة كمان على الشهادات الأكاديمية اللي احنا منبتخر فيها وخبرتها كأم وربط كمان نجيل ناجح الله يخليهم لا إلها فنحنا شكرنا لإلك دكتورة ليندا على هاي المعلومات اللي عم بتأدميها وأيضا مشاركتك على صفحتنا كمان على نورسات جوردان فاحنا منقدروا لأنه هذا عطاء مجاني عم تخدم في مجتمعها وعائلاتها والأردن كمان بكل أطيافه فنرجع من جدد شكرنا لإلها وربنا يبارك عملك دكتورة ويعطيك الإنسان لما بيعطي من مواهبه الوهبه إياها ربنا وخاصة أنه عطاء مجاني كمان عم بتأدميه خدمة لهالمجتمع فربنا أكيد بعوضك أضعاف أضعاف فشكرا لإلك على هذا الصباح ومنشكر كل المتابعين هلا على صفحتنا اللي بيتابعونا وأيضا اللي صبحوا علينا على الكومنتات ورح نيجي عليهم واحد واحد وفي عندنا من أمريكا كمان عم بيشاركونا صفحتنا واللي الحديث عن موضوع جدا جدا مهم وحساس فدايما أنا والدكتورة بنقاش بهذا الموضوع لكن جدا مهم أنه اللي هو التدخل والتحديات الشخصية بطريقة تربية الأطفال فرح نحكي فيها بشكل مطول مع الدكتورة ليندا أبو جابر وبداية نتمنى الخير والبركة للجميع ودائما معونتنا من عند ربنا سبحانه وتعالى فصباحكم نور ونبدأ حلقتنا اليوم مع الدكتورة ليندا أبو جابر فاتفضلي دكتورة أول إشي بدي أشكر نورسات لأنه أنا بأعتبر أن المواهب اللي أعطاني إياها الله هي للعطاء مش أني أخليها لحالي وأنا شاكري للنورسات لكل اللي بحضروا واللي بعملوا شير واللي بعملوا كومنتات إنهم بتفاعلوا معنا عشان أشوف إذا بقدر أفيد الناس لأني أنا بحث إنه حتى لو أثرت على أم أو أب واحد كيف واحدة ما يرمي حجر بالمي الذبذبات تطلع فهذا اللي بصلي له كل مرة قبل ما أجي على البرنامج إنه الله يحكي من خلالي وإني بقدر أجيب معلومات أو مهارات جديدة للأهالي يمكن ما يكونوا واعيين إلها عشان النب يجي الجديد بطريقة جديدة لأنه الدنيا اللي عم بيواجهوها كثير غير عن الدنيا اللي أنا وإياكي واجهناها وحتى عن الدنيا اللي واجهوها الأمهات والأباء ولأني طبيبة صحة شاملة ومتكاملة ما بتطلع بس على الصحة الجسدية بطلع كمان على الصحة العاطفية والصحة الذهنية والصحة الروحية بس كله مرتبط بعض يعني ما بتقدر يتقول الصحة الجسدية يعني كثير صعب إنه الواحد يكون مبسوط وبيفكر أفكار إيجابية وجسمه بواجعه أو إنه ممكن تكون الصحة الجسدية منيحة بس ناس اعتدى على حدودك الشخصية فبتحسي بامتعاض وضغط وللأسف أول ناس بنفض فيهم من مولادنا لأنه قدامنا وجوازنا وهدو أهم علاقات اللي عنا إياهم بالحياة فبدي أحكي بالأول شو هي الحدود الشخصية الحدود الشخصية هي حيز أو هيك ماركر منحطه حوالي حالنا عشان نتعرف حالنا مين إحنا ووين إحنا بهالدنيا ووين إحنا مننتهي وبيجو ووين بيبدو الناس التانين لأنه كتير مهم أنه أنا أقول هاي مملكتي أنا هذا هيك لي أنا أنا لازم أدير بالي عليه فما منقدر نطلع ما بقدر أطلع إليك مثلا أنت تدير بالك على صحة الجسدية فحط الحدود الصحية هو نوع من العناية بالنفس نوع من تحمل المسئولية ولما البني آدم بيحط أي بني آدم بنت ولد أحكي على الصغار هلأ أم أو أب جد أو جدة بيحطوا حدود عم بقولوا هذا الإشي اللي أنا برضى فيه وهذا إشي ما برضى فيه من خلال وجودي بهالدنيا فكيف نقدر مثلا نعرف حدودنا للناس التانين نعم وهون تيجي مهات التواصل الفعال نعم بس نحكي شو أهمية الحدود نعم شو أنواعها فيه أنواع جسدية يعني إيش أنواع الأكل اللي بأبل أحطها في أمي أو الأكل اللي بدي أحطه في أمي أولادي نعم أديش كمية النوم اللي رح أأخذها أديش رح أتعرض للشاشات أديش رح أطلع بالطبيعة كل يوم نعم فهذا لما نحط حد لحالة أنه أنا قررت أنا مثلا بعد ما توفى جوزي اكتشفت أنه صار عندي تحسس للغلوتن هو موجود عندي من أول بس لاحظت أنه مع كل الشغلات الثانية الأمور العاطفية والذهنية والتغيرات الحياتية اللي صارت أنه ذات تحت شو سي للغلوتن بطلت أتحمله طريت أحط أنا بحب الخبز بحب المنائش بحب البيتزا بحب الباستا نعم بس المشكلة لازم طريت أحط حد لحالي أقول أوكي أنا بحب الغلوتن بس الغلوتن عم بدورني عم بحس بوجع بعضلاتي عم بحس بوجع بمفاصلي مش عارفة أفكر عم بيشوش تفكيري فلازم أحط حد لحالي هذا اسمه حد ذاتي أنه أنا ما بدي أكل غلوتن من هلأ أطالع نعم وكتير صعب مش سهل كل الأكل يعني بد لأنه الحياة سريعة تروح بتاكل سندويشة طب أنا بقدرش أكل سندويشة لما أطلع بدي أروح على المطاعم نعم بقول شو عندكم ما فيه غلوتن وما فيه حليب ومشتقاته بتطلعوا علي وبصيروا يضحكوا اللي حوالي صاروا يضحكوا علي نعم فأنا لأني أنا مقتنعة مني من ذاتي إنه هاي شغلة جدا مهمة إلي حتى أبوي قال لي أهلنا دار وجهة من مزارعين ومنزرع الأمح كيف يكون عندك تحسس للأمح قلت له يا با هاي الحقيقة الموجودة عندي هلأ أنا بدي أتعامل معاها بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة أنا بحترم رأيك بس أنا لازم أبطل أكل غلوتن نعم لاحظتي هون كيف حطيت حد مع أبوي بطل يضحك علي بعد مدة مش ضغري بعد يعني حوالي أكم شهر صار لأني ظلت أقول أنا هذا مهم بالنسبة إلي وأنا ما بسمح لحالي آكل نقوتي لأنه بعمل هيك 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 فيه شوي شوي صار يحترم هذا الرأي فهذا كتير مهم إنه الواحد يعرفه إنه وضع الحدود الشخصية أول إشي عملية مش سهلة كتير نعم وثانيا إنه عملية بتاخد وقت بتاخد مصابرة وبتاخد صبر لأنه لما تحطي يعني أسهل إشي هو سهل ومش سهل من السهل الممتنع إنك تحطي حداتي لنفسك مثلا بدي بدل ما أضل على هالفيسبوك طول نهار اليوم بدي أخذ أربع إجازات أو تلت إجازات ساعة 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 ما بدي أطلع على الفيسبوك ما بدي أطلع على التليفون لأنه هلأ فيه إدمان على استعمال الشاشات الأم أو الأب ممكن يتغلبوا بس الشغلة المنيحة اللي بتطلع لما تاخد لهم إجازة عن الشاشات بفضع عندها وقت إنها تدير بالها على حالها بفضع عندها وقت إنها تدير بالها على العلاقات المهمة بالنسبة إلها على علاقتها مع جوزها على علاقتها مع ولادها لأنه كطبيب الطب شامل بتطلع على صحة الطفل بتطلع على صحة الأم والأب لأنه كل هاي هي البيئة اللي بربى فيها الطفل فإذا البيئة صحية كتير أسهل إنه نبي أطفال صحتهم منيحة إذا الميئة فيها ضغط فيها زعل فيها غضب لأنه الوضع الحدود كتير بيساعد مثلا بالعلاقات الاجتماعية أنا لما جوزي بعملني طريقة معينة وأنا ما بحبها ممكن أني أسأل صحباتي شو أعمل بس لازم أطلع على علاقاتهم هم هل هي علاقة ناجحة وهم مبسوطين ولا لا فالواحد يقول أنا هذا التصرف مش عاجبني كيف بدي أغيره أنا بقدر أغير منظوري للتصرف ممكن أستعمل طريقة القبول أقول أوكي هاي صفة شخصية فيه مثلا هو منطوي على حاله وما بحب يطلعه وأنا بمود على الطلعات ممكن أني أتقبل هذا فيه وبعدين نعود ونحكي بالموضوع أنه أنا بحب أطلع كل يوم وإنت ما بتحب تطلع إلا مرة بالشهر كيف ننصلح الوسط هذا نوع من وضع الحد تقول بس بدك لما بدك تضعي حد مع ناس بدك أول إشي تتقبلي الشغلات اللي فيه اللي ما بقدر يغيرها مثلا طبعا بني آدم ما منقدر نغيره الانطوائي على حاله أنا انطوائية بحب أني يعني بحتاج لوقتي كتير لحالي إني عشان أشعر بالراحة وطمأنينة كتير بحب أتعامل مع الناس بس ما بقدر أضل طول النهار مثلا أبوي كان بقدر يضل طول النهار مع الناس أختي بتقدر تضل طول النهار مع الناس بنتي بتقدر تضل طول النهار مع الناس ابني طالع إلي إنه بعد 3-4 ساعات لازم نروح ناخد شوية راحة طبيعتي يعني لما كنت الضيرة يضحكوا علي الناس أنت ما بتحب الناس أنت مش عارف ما كان عندي حدود صحية قوية كفاية إني أقول هذا رأيهم بس أنا بعرف حالي وبدي أدير بالي على حالي فالحدود بتساعدنا إنه أول شي ندير بالنا على حالنا ونعطي حالنا احتياجاتنا لأنه إحنا لما نتجوز ولما نصير أمهات وأباء مش مسؤولية جوزنا والأولادنا يلبون لنا احتياجاتنا لازم يعني باحتياج المحبة لازم ييجي من وسطنا أنا لازم أحب حالي وكيف نوع من محبة لحالي يا أول أنا بحتاج لهيك كيف أنا بقدر ألبي لحالي هذا لا يعني أنه ما بتروح إلى جوزك ولأولادك للمحبة بس بركن ما تجوزك بعيد ألف شر اللي مثلا اللي صار معي هذا حكيت في الموضوع من أول فتعلمت مع ابني ما حطيت لاحظت من موقع مبكر أنه هو بحب الناس شوي بس لازم كمان منطوع على حاله فتقبلت الوضع وبعدين قدرت أحط خطة مدروسة أنه أخليه يطلع يتعامل مع الناس أكتر لأنه إذا أنا ما قبلت هذا الطبع فيه ما أقدر أحط حد واقعي إله إذا أنا قلت أنه بدك تضلك مع الناس 24 سبعة بنجمل ولد أنا نفس الشي أبوي وأختي بالعكس لو ضلوا 24 25 8 بيكونوا مبسوطين فلما تشوفي أنه هيك أنا طبعي شو احتياجي تقولي أوكي هذا حدي أنه أنا بضل بضل عند الناس ساعتين ثلاثة وبعدين بروح نعم فبقدر أقول لصحباتي مثلا أنا باجي بس ما بطول كثير ما بدي تعملولي ما تعزمين الساعة 7 وتعشريني الساعة 11 ما بقدر فتعلموا صحباتي أنه أنا هيك عندي هاي الحدود واللي ما بيعجبها الحد إلها هي الاختيار إنه تعزمني ولا لا عرفت كيف يا وأنا ما إلي حق أني أزعل أنا قلت لها أنا بحب نيجي بنوعة ساعة بنأكل وبعدين بروح إذا هي ما بيعجبها هذا الحكي ممكن إنها تزعل علي وتقولي أنتي ما بتحبيني أو ممكن تقول أوكي هذا حدها فأنا بقدر أتقبله أو لا فإذا هي بطلت تعزمني أنا حطيت هذا الحد وأنا بتحمل مسؤولية التصرف اللي بيجي من وراء يعني عم بحكي بشغلات عامة بس هاي الشغلات يعني عندنا بالبلاد العربية إنه الناس دايماً بيجوا عليك بدون ما يحكوا تليفون طب أنا ممكن أكون مشغولة ممكن عندي شغلات فالحد الوقتي مثلاً جداً مهم حد الوقتي إنه الحد الوقتي بيساعدني أنا كأم مشغولة خصوصاً أم عاملة أقول عندي هاي الوظائف اليوم وعندي هالساعتين بعد الشغل مش فاضي هلا تيجي صاحبتي ولا تيجي حماتي ولا تيجي أمي إلا أثبتهم يجي يساعدوني نعم فأنا بقول هاي الشغلات الضرورية أعملها لما تحكي صاحبتي أنا شتقت لك أو تحكي أمي أنا شتقت لك بقدر إذا كان عندي حدود صحية نيحة أول شو في ماما أنا قررت اليوم إنه بدي أعمل كيت كيت ممكن تساعديني فيه أو ممكن تأجلي زيارتك لبكرة فالأم ممكن إنه تأخذ على خاطرها أول أكم مرة لأنه بتصير تقول أنت ما بتحبيني بدك تمنعيني أشوف الأولاد فهون بيجي دور التواصل الفعال في وضع الحدود مع البني آدم فأول إشي لما بدنا نضع حد هو لأولادنا اللي بيجوا مثلا عندي على العيادة عندهم أولاد عمرهم ثلاث سنين بيجي الولد بضرب الأم أنا ما هاي بقول للولد أنا ما بسمح فيها الشغلة هاي دايما 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 مش دايما بس مرة واحدة عشرين ألف دايما بتقول لي الأم مش عارفة كيف أوقفه عن ضربي بقولها بدك تحطي له حد ليش بدنا نحط حدود لأولادنا إحنا ليش من نظم أولادنا يا باسمة عشان هم ما يقدروا ينظموا حالهم في المستقبل هلا هذا الولد بده انتباهك أو زعلان على الشغلة وبيجي بضربك وانت جمطيها وقبلتيها شو بده يعمل بس يصير عمره خمسة عشر سنة شو بده يعمل بالمدرسة لما بده انتباه لما بده يطلعوا يضربها لما يجي ناس بالمدرسة وعمره حد عشر سنة واحد عمره خمسة عشر سنة هيك شكله جهام شو رأيك تجرب هالمخدرات إذا ما الولد هذا ما عرف ينظم حاله ويحط لحاله حدود هذا منيح إلي وهذا مش منيح إلي ومنيح للناس التانين ومش منيح للناس التانين كي بده يقول لا نعم صح فهي أهمية وضع الحدود حدود جداً هي للصحة الجسدية ما حطينا حدود لصحتنا الجسدية يعني ما أكلنا ما شربنا مي ما نمنا ما تعرضنا للطبيعة ونظمنا الشاشات صحتنا الجسدية رح تصير مش منيحة بالنسبة للصحة العاطفية إذا سمحنا للناس يحكوا لنا أي إشي يعاملونا بأي طريقة ومنجمطها ما منجمطها مظبوط نكبة الشعور والشعور المكبوط ما مختفي الشعور المكبوط رح يطلع يوم ورح يطلع بطريقة مش حلمة كثير فأحسن أنه الواحد مثلا خلينا والصحة الذهنية مثلا الواحد يرائب أفكاره أنه دائماً هو كئيب هاي الكآبة تيجي من الأفكار الأفكار تخلق عواطف العواطف تخلق التصرفات هاي حلقة وهاي الشغلة اللي بتكم تعرفوها لما تربيوا ولادكم فإذا أنا بسمح لحالي أفكر أنا حياتي عذاب كل إشي بالنسبة إلي صعب عمره ما رح يتحسن الوضع نعم شو رح يصير فيي رح يصير عندي ضغط ورح يصير عندي اكتئاب ورح يصير عندي غضب نعم لأنه الحس الشعور بعدم الحيلة مش شعور حلو فأنا بحس أنه أنا ضحية الدنيا أولادي بتطلعوا علي شو عم بتعلموا أنا ضحية ما في ما في حال بهالدنيا ما بقدر أغير إشي فالابنك لما تحطه لما تسمحي لحالك تفكر هيك أفكار عم بتعلمي أولادك بالقدوة إنه يفكروا هيك أفكار لأن الصوت اللي أنت الصوت اللي بتحكي فيه مع أولادك أو بتحكي فيه مع حالك بصير الصوت اللي بتردد بذهن أطفالك فجدا مهم إنه يعني أنا كان عندي بعروحة الكنيسة إنه لازم ننوح الكنيسة يوم الأحد وكل يوم أحد إيها وشوني إيها وشني جوز إيها شوني خليين نوح قولهم لأ أنا بحب أنه ننوح لأنه بحب أنه نسمع نسمع كلمة الله حطيتوا حد هذا بعد أحدين ثلاثة بطلوا صاروا يجيبوا معاهم شغلات يعملوا هيرسموها لأنه هذا كانوا صغار أول ما طلوا عن الإنترنت فهذا حد حطيته استصعبت عادت حكيت مع جوزي الله يرحمه قلت له شوف هذا جدا مهم بالنسبة إلي يمكن مش مهم بالنسبة إليك كيف نقدر نتوصل لحل وسط أنا باجي نص الوقت ونتي روحي لحالك نص الوقت إذا بدك تأخذي لأولاد أخذيهم إذا لا أنا بدي الباني على الأولاد هاي لأينا حل وسط أنا أخذت احتياجي إني أروح على الكنيسة وجوزي أخذ احتياجه وولادي شافوا إنه التواصل الفعال هي الطريقة المزبوطة إنه الواحد يتعامل مع بعض وبعدين تلاحظوا إنه في حل وسط ما فيه غلطه صح أبيضه وأسود فيه إنه الواحد لما يحكي مع بعض إنه كيف نتب أمورنا مع بعض نعم جميل ما تكلمتي في دكتورة بالنسبة لموضوع الوضع الحدود بين الشخص يعني ونفسه وأيضا بين الأفراد العائلة وأيضا كمان كيف نقدر نتوصل مع الأب بكيف نوضع يعني مثل ما تقول قاعدة للتعامل منتفاهم عليها ومنشارك فيها ومنقبلها بس القاعدة بس ما تاخد بعين الاعتبار أهميتنا إحنا لأنه مريانا الحجازين سألت ليش بسأل بحكي بس عن الأم هلا بدي أجي على الكومنتات طبعا إحنا منحيكوا أصدقائنا اللي متابعيننا على الصفحة ومنقول ريسعد صباحك فادي لحجازين أبو باسل ويولا حتى ريسعد صباحك ومريانا حجاز جمال السيد صباح الخير من يو اس اي فأهلا وسهلا فيك أخ جمال يعني إحنا منحب كمان المشاركات اللي بتكون أورسيز اللي من أمه وراء البحار فأهلا وسهلا فيك مريانا الحجازين بتقولنا صباح الخير ومريانا عم تعمل بتبعت أسئلة ليش كل الأمور مو كالأم شو دور الأب بالحياة وأيضا كان في سؤال تاني كمان لمريانا إنه مش عارفة وينها كان قريته على وضع الحدود بين الأهل وبين الأم وبين الأمها وحماتها يعني هذي هذي هذا السؤال الأبدي والأزلي سهام سوية سنين وكمان بتقولنا صباح الخير وصباح الخير لكل اللي معنا على اللايف هلا دكتورة ليندا إنتي مضبوط حكيتي بشكل عام على موضوع وضع الحدود لكن إحنا هلا بدنا ندخل للعمق والسؤال الرئيسي والمهم هلا لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا وممكن كمان الأمهات الجدد اللي عندهم بيبيات حاليا بيكون جداد على الصنعة زي ما بحكو فبصير فيه تدخلات من الأم ومن الحماية خاصة إذا كانوا موجودات التنتين والتنتين قريبين من العمر واحد يعني مش إنه واحدة كبيرة كتير كتير واحدة صغيرة لا من نفس الجيل لأنه في بعض الأمهات مثلا بتكون الأم هي المسيطرة الأم البنت مسيطرة أكتر من أم الولد أو حسب عمرها نشاطها وممكن العكس يكون أم الولد هي المسيطرة أكتر على الأطفال جداد أكتر من أم البنت لفرق العمر وأيضا كمان بدنا نحكي على الحالة الثالثة إنه التنتين لما بيكونوا نفس العمر والتنتين بتسيطروا على الأم هون بدنا نشوف كيف العلاقة بين الأم الجديدة اللي عندها أطفال صارت بيبيز عندها طفل كيف تتعامل مع أمها وحماتها تدخلهم التنين أو كيف بدها تتعامل مع أمها وكيف بدها تتعامل أو مع إحاماتها خاصة إنه بعتبروا حالهم يعني أبو العريف وبعرفوا كل إشي بحياة الطفل وزي ما ربوا بيبدهم يربوا للجيل الجديد يعني مع المتغيرات الحياتية والتطورات اللي عم بتصير اللي هني ما أدركوها يعني أنا ما ربيت ولادي اللي أنا بعتبر حالي من الجيل هلال قريب يعني من الجيل الجديد بس أنا ما ربيت ولادي مثلاً كان في انترنت على طول يعني ولادي ما عرفت الموبايلات إلا من عمر متأخر شوي فهذا هو الجيل هلال اللي هو صار هلال أب و أم هني ما تربوا يعني هلال أنا بعتبر مثل أولادي اللي عندهم هلال بيبيات هني ماك ربيو على الموبايلات وعلى بيبي شارك وعلى جاني جاني وهاي الأغاني هاي كلها هلال على الفيديوهات ومشاء الله يعني عم بعملوا إشياء على اليوتيوب إشي للأطفال بيجدبوهم جذبي يعني من طفل عمره شهر بتلاقيه بهكي بتجمد قدام الشاشة وهو يطلع على هاي الأمور فكيف هلال هدول الأبهات اللي ما تربوا على هادي التكنولوجيا وطلعوا عليها إلا بعمر متأخر ممكن يكون 12 سنة أو 15 سنة يعني لما طلع صار التليفونات ميسرة للكل يعني فهلال دكتورة بدنا نفصلهم كيف الأم الجديدة بدها تتعامل بتدخل الحماي والأمها وكيف بدها ومنفس الوقت بدك تفرقي لما بتكون الأم لحال لأنه بقدر تعامل مع أمي غير ما تعمل مع حماتي فتفضلي بدي أول أجاب سؤال مريانا نعم دور الأب جدا جدا مهم يا مريانا نعم الأب لازم يتدخل أو يبدأ تعلقه بالطفل من أول الحمل وتخلي يحكي مع البي هو بطنك تشاركيه بالتحضير للبي لما يجي خضيه على المواعيد تبعون الدكتور علشان تعلق الأب بالطفل جدا مهم لتطوره الجسدي لتطوره الذهني لتطوره العاطفة فالسبب أني عم بوجه حكي عن الحدود للأمهات بالذات أنه زلام كتير شاطرين ما بعرف من وين بتعلمه كيف يحطوا حدود بقولوا أنا ما بدي أعمل هاي وما بيعملوا هاي بظن واحدة من الأسباب أنه هم شاطرين بوضع الحدود أنه هم مش حساسين للانتقاد مثل النسوان إحنا لما الناس ينتقدنا نصير نفكر حكي هم مظبوط ولا لا ونتحسس ومتصير بدنا نغير التصرف في اللي انتقدنا نعم انتقدون الناس بينما الزلمة ردت فعله لانتقاد مختلفة جدا أول إجيب أقول هذا الحكي صح بجمع كل هالمعلومات أول إشي الانتقاد صحيح ولا لا بعدين بيقول مين المصدر وبعدين موثوق في المصدر وبجمع كل المعلمات بيقول طب أنا إذا عملت أو غيرت التصرف هذا أنا رح أكون مبسوط ولا لا وإذا قرر إنه مش رح يكون مبسوط ما بغير التصرف هاي شغلة ريتها حديثا واستغربت بس إنه الأب عنده منظور تاني للأمور من الأم فإحنا لازم نتعلم من قدوتهم نعم فالأب أنا إذا لاحظت يا مريانا حكيت احكي مع جوزك احكي مع جوزك احكي مع جوزك ليش لأنه أنت وجوزك فريق بتربيت الطفل وانت جوزك فريق بالعلاقة الزوجية فإذا أنتوا ما تفهمتوا مع بعض وتعاملتوا مع بعض كفريق وقدرتوا تحطوا حدود صحية لبعض أول إشي ما بتقدروا تعلموا أولادكم كيف يحطوا حدود صحية لحالم وثانيا علاقتكم الزوجية رح تصير ركيكة نعم مثلا إذا أنت ما بتقدري تقولي لجوزك هو بده يطلع مثلا أنت واقية وهو كتير اجتماعي أنت تعبانة صلك طول النهار مع البيبي بالشغل مع البيبي وبدكش تروح تزوري حماتك لازم مش لأنك ما بتحبي حماتك هذا سؤال تاني بس لأنه أنت تعبانة كيف تقدري تقولي لجوزك أنا يا ميشيل تعبان تعبانة اليوم صار فيي هيك 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 وشوفي شو ردة فعله ما تقولي أنت مش مقدرني أنت مش أنت ما أنا ما أنا أنا بحس الزلام الزواج بحبوا يرضوا ونسوا أنا خصوصا الأول ما يجي البيبي والأم حامل وأول الزواج قبل ما الكل يتحوض على بعض فأنا بحس أنا هلأ أحس بإني تعبانة وبفضل إنه ما نوح عند حماة عند حماة اليوم شو رأيك وبعدين بصير هو يحكي طيب بصير بفكر بباله طب مرتي تعبانة وأنا بحب أني أرضيها بارك نأجلنا الروحة أو بارك نروح لحالي تحطيه قدام يعني بتعطيه إختيار بدل ما أنت تملي عليه ما بدي أروح هيك أعطيه وبعدين خليه هو يفكر شو اللي بده يعمله فلما تحط أو تجمطيها وبتروحي وبتضلك حردانة وقال ببوزك ومعصبة والبيبي رح يصير معصب والكل زعلان يعني هو التوازن بين التوازن دايما منقول هو الحل الوسط لأنك تبتي أو تعطي رأيك بأي موضوع يعني لا أنك تهيني زوجك ولا تهيني حالك نفسك كمان تنظري لنفسك لما أنت تكوني تعبانة تعطي لنفسك القيمة أنه أنت تعبانة ومحتاج للراحة وحتى لو أنه كان على حساب أنه زوجك أنه ما يطلع هاي تطلع ممكن أنت ما تفضلي أنه جوزك يروح مع أنت حمادتك لوحده عشان مثلا ما يما تقول أنه قفلي جاي لحالك وين الولاد أو أنا بدي أشوف الولد أو حفيدي وكذا ممكن هو يقول بس هو يتخذ نعم يقول تعبانة اليوم أو مريانة تعبانة اليوم أنا ما عم بترتيجي معاي وما بتسمع الكلمة يعني كمان ما تنتقص من زوجتك بهذا الموضوع على كل إحنا هذا أظن مريانة جدا مهم دور الأب بس دور الأب ما بيجي يعني أقول لها الأب إلك دور بعد ما أنا حملت وخلفت هلأ صار لك دور لا قرار أول إشي قرار الحمل لازم يكون تنين يشاركوا فيه قبل ما أنا أقول بدي أجيب بيبي أنت وزوجك بتعهدوا وبتحكوا بتتفقوا على هذا الموضوع ولازم يدرك الأب والأم المسؤوليات اللي مترتب عليهم بعد الولادة يعني الحمل أنا بدي أمر به هاي المراحل أنت بدك تكون معي رح يوافق طبعا إذا بده أولاد لا مش تقولي أنا من من ناحية التواصل الفعال أنا كتير بحب أنك تكون معي لما تقول أنت رح تكون معي ممكن هو يحس بالعدائية لا أنت رح تكون معي يعني بمنوع أنه رح أمر بهيك المراحل ضروري جدا دورات التحضير للأبوة ضروري سيت تحضير تحضير الأموم للبناء بس برضو كمان في دورات تحضير للأبوة كيف يغير كيف يطعمي كيف يلعب زي تحضير للزواج زي تحضير للزواج كمان نفس الشي تحضير للأبوة هذه مرحلة من الحياة كمان فضروري ضروري جدا مشاركة الأب عساس يصير فيه توازن هلا دكتور نحن بدنا نرجع للسؤال اللي حكينا عنه اللي هو كيف أضع حدود لتدخل الأب سوري الأم والحماية في تربية الأطفال كيف أنا أنا بقدر إنه بكل طيبة ومحبة أحط يعني خطوط بين إرادتهم وبين إرادتي وبين تربيتهم وبين أنا تربيتي فخاصة مع الأم هلا بتكون الأم العاملة اللي بتطلع على الشغل برضو كمان اللي بتحط بلادها عند حماية أو عند أمها كمان يعني هون تدخل الأم مفروض يعني بهاي المرحلة اللي هي فترة غيابها تربية يعني هي بدأ تصير طعم الطفل زي ما هي أنت بتعرف وبتصير تدخل مثلا بطريقة نومه وبدا تصير تدخل بطريقة تلعبه ليش؟ لأنه غياب الأم بهاي الفترة خلاها إنها تدخل بشكل قانوني هذا مش تدخل بهذا الوضع هذا مش تدخل هذا تربية لأنه صارت هي قسم من فريق التربية أنه يكونوا نفس السيستم فنحنا ناخد اتصال وبعدين ناخد جوابك تفضلي أهلاً أهلاً صديقتنا صباح الخير صباح النور كيف حالك ست أنجل الحمد لله الله يخليك صباح الخير صباح الخير صباح الخير إيش رأيك ست أنجل باللي حكينا على موضوع تدخل أو تربية تدخل في تربية الأطفال أنا متبثل الأطفال أنا المضبوط يعني أعجبني موضوع الدكتورة ليندا لأنه وضع الحدود أو الحدود في العلاقات والتعامل هذا مطلوب مش بس مع الأطفال في كل نواحي حياتنا الحدود يعني لازم تكون سواء على مستوى صديق سواء على مستوى زوج بين الزوجين يكون فيه احترام وفيه حدود معينة وممنوع رطع الكلفة لأنه حتى لأنه إذا أنت ما بتحط حدود تفتقد الهيبة والاحترام من الطرف الآخر فحتى بين الأبناء وبين الأباء لازم يكون فيه احترام ومش بس احترام فيه حدود يعني بعرف حده هو وين وكيف بمزح وكيف بحكي بطلب من الوالدين والأباء كمان والأمها كمان لهم حدود في تعاملهم مع الأولاد مش إنه الله خلقهم يعني ورثة خلص خلقناهم جبناهم لا الحياة احنا منتحكم فيهم فكل إشي له حدود حتى في العلاقات الاجتماعية بين الناس في حدود لأنه إذا أنت كنت يحط حدود بينك وبين الناس أنت بتركاح وتريح للآخرين فالحدود كتير شغلة مهمة لازم إن يكون في صراحة بيننا وبين أولادنا بس ما في صرامة يعني ما في قسوة لما إحنا نعاملهم الثنين في حدود شخصية بين الأزواج كما قلت لازم الزوج والزوجته مظبوط بترتفع الكلفة مع الحياة والتعود ولهات بس لازم يكون في حدود في احترام يعني الزوج بتعرف وين حدها والزوج بتعرف وين حده في تعامله مع المرأة نعم وكمان في حدود شخصية مع الناس يعني أنا ما رأدر أضني أجمل للناس زي مآلة الدكتورة وإنشان أكسب رضاهم وأعطيهم أولوية على بيتي وعلى علاقاتي وهذا هذا كتير غلط وإخسارة إنه في كتير ناس ما تدرك هذا الموضوع إلا بعد فوات الأوان بيكون كل همهم علاقاتهم الاجتماعية وبره وما بنتبهوا لبيتهم لأولادهم لأزواجهم وبضغطوا على نفسهم عشان يسيروا الناس أنا عشان هيك يعني بحب زي ما قالت الموضوع الدكتورة اللي اندى إنه الحدود دايما المطلوبة في كل علاقاتنا في كل تصرف إنه في حدود في هالحياة فأنا بحيي فيها بهالموضوع شكرا وبحب يعني كأولاد أنا قديش بحبهم بحترمهم أولادي بيعرفوا طبعي بيعرف طبعهم بس في الحدود ما بقدر أتجاوزوا معهم وهني كمان لهم حدود كأب وأم ما بقدروا يتجاوزوا شو ما حكوا شو ما عبروا عن رأيهم بصراحة شو ما هذا بظل في حدود وفي احترام للوالدين نعم فالحدود يعني مطلوبة تحت أي منحة تحت أي طريقة في الحياة الحدود مطلوبة نعم حتى بين الأفدقاء نعم ممنوع أي علاقة اجتماعية أي علاقة اجتماعية لازم يكون فيها وعلاقتك بينك وبين حالك يا أنجيل لازم يكون فيها حدود آه طبعا كيف بتعامل مع حالي بالضبط بالضبط وأول حد لازم نحطه بمعاملتنا مع حالنا لأنه إحنا لما أهم طريقة أنه الواحد يتعلم يحط حدود هو يتعلم يحط حد لحاله بالضبط لأنه إذا أهنت نفسك سهل إهانة الناس الآخرين إليك آه لازم سهل إنه إنت تتيني الناس الآخرين طبعا طبعا أنا بحيي فيك بالموضوع شكرا شكرا إليك دكتورالين دا دايما تحقي مواضيع حلوة تير شكرا شكرا إليك آلين حميتي تسلام يا رب فنحكي أن بدي أول إشي بدي أوجه حكي للجدات والحماوات والحمايات أول إشي تذكروا دايما أنه أولادكم بنتكم مخصوص بدها رضاكم إثني عليهم إثني عليهم إثني عليهم تعاطفي معهم أنا عارف أنك تشتغلي كتير وأنك حاسب نيب ضمير بحس أنه ممكن تكون نيحاسب تقديم ضمير أنك راح على الشغل ما بدي تحسي هيك أنا كتير مبسوطة أني أدير بالي على الولد وإذا لا خليه تحطه بالذيكة أحسن لأنه بتصير خلافات شغلة تانية كتير مهم أن أعملها أنه نقعد معاهم كجد وجد وحماي حماي شو أنت طلباتك شو البرنامج شو الحدود اللي بدك تحطيها حوالي الأكل مثلا شو الحدود أو القوانين اللي بدك تحطيها بالنسبة للنوم تبع طفلك شو القوانين اللي بدك تحطيها للشاشات شو القوانين اللي بدك تحطيها للشغلاطة شو القوانين اللي بدك تحطيها لكذا شوفي شو الاحتياجات شو طلباتهم وإذا اتفقتوا كان به إذا لا لازم تعودوا وتتحدثوا مع بعض بطريقة لطيفة وفيها احترام متبادل بهدف أنه توصلوا لحل لأنه الكثير مرات بصير أنه الأم يعني البنوت اللي بتربل الطفل تأخذ على خاطرها هاي أمي شايفة أو حماتي بتفكرني حمارة وأنا مش عارفة مضبوط صح ولا لا بتقول أنه عند هي أكبر مني وعندها خبرة أكتر مني صحيح بس أنا قارية كتب أنا ما أخذ دورات أنا حكيت مع الدكتور طبعي هذا اللي بديها فالأم أو الحماية لما تيجي تقول هذا غلط بتسكري باب التفاهم فأنا رأيي دايما أنه تعد قبل ما يصير في أي اتفاة على التربية لأنه شوفي الحماية أو الأم اللي بتيجي مرة بالأسبوع لساعة ساعتين خليها تعمل اللي بديها لأن الطفل لازم يحس بالمحبة بالمودة والجد والجدة ما بقدروا يعبروا عن هاي المحبة إذا أنت بترابيهم وما بتخليهم يعملوا ولا إشي ساعتين دلع خليهم ساعتين دلع الأمر بتغير لما الأم والحماية بتقضي ساعات بنهار مع البيبي لأنه الأم بيكون عندها برنامج والجدة أو الجدة مناش نحكي حماية أو أم عندها برنامج فإذا مش متفقين على البرنامج رح يصير فيه خلال وكثير مرات بيصير فيه مشاجرة وبعدين بتقول الأم أنا ما بدي بتروح وهي زعلانة بتحرد ودي البيبي على الديكع مع إنه جدة أحسن من الديكع من الديكع إذا صار فيه تفاهم إذا ما قدروا يوصلوا لتفاهم الديكع أحسن لأنه الديكع بتقوليهم بدي إياياكل كذا 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 بدي إيايا بدي تعلمي أنا بالنسبة تتذكر حكينا نعم حكينا عن اللحضانات النوم وعن النوم عن النوم قديش أهمية إنه نعلم طفلنا يروح من النوم الخفيف للنوم العميق لحاله هاي يعني هاي الشغلة لو بدي أضل أحكي فيها عن النوم هاي أهم 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 نوع تدريب أهم مهارة منقدر نعطيها لأولادنا إنه نعلمهم يروحوا من النوم الخفيف للنوم العميق ليش؟ لأنه بتعلموا فيها تهديئة نفسهم بتعلموا فيها ضبط النفس بتعلموا فيها إنه أنا في حالة مش معتمد كلياً على الناس اللي حوالي إنهم لشعوري نعم لشعوري أنا لضبطي لنفسي وهاي الشغلة سهلة سهلة ممتنعة شوية مرات بس إذا الواحد بلش فيها من البابي وهو صغير بتصير الطفل شوفي ما عم بقول كب البابي بتاخده خليه عيط نعم هذا أنا ضده ألف بالمئة خصوصاً لأقل من الست شهر نعم أنا معه إنه نهدي الطفل إنه نستعمل أساليبنا زي ما حكينا المرة الماضية وبعدين نحطه بتاخده هو صاحي جزئياً وخليه يكمل عن نوم العميق لحاله كتير مرات بتصير الأم أو الحماية الأم بتقول أنا بتشغل طول نهار ما بشوفه إلا هالساعتين خلينا أضل حاملته هنا نعم عشان بالغلط عشان تعوض الزم شعور الزم اللي عندها أنا كيف تركت طفلها كل نهار بس بالغلط بس بتربي فيه عادي غلط جد مش غلط أنا ما بحب أحكم على الشغلات صح ولا اللي بيصير بين الأربع والستة شهر الطفل الساعة البيولوجية البلد ما بتصير نعم ناضجة ناضجة فبصير الطفل يصحى جزئياً كل ساعة ونص لثلاث ساعات نعم إذا هذا البيبي ما كان متعلم منه صغير إنه يروح من النوم الخفيف للنوم العميق لحاله شو رح يصير؟ رح يصحى كل ساعة ونص لثلاث ساعات هاي الأم فوق تأنيب ضميرها إنها شغالة رح تصير مرحقة والكاس الفاضي ما بتعطي فمثلاً هاي المهارة يعني أنا رأيي الأم والأب أول إشي هذا جداً مهم الأم والأب يعدوا ويحطوا برنامج أنا بآمن إنه هذا البرنامج بنحط في حال غياب الأم لا أنا رأيي بأي حال لأنه الأب كمان لازم يكون على نفس الوتيار الوتيارة مع الأم مع الأم يعني إذا الأب بيقول أنا بدي ياكي تردعي والأم بتقول أنا بدي أعطي سماعي هاي بت نعم فالأم تقدر تحط حد مع جوز هتقول له يا حبيبي أنا ما إلي خلق ما إلي خلق ما بقدر وتقول له لأ شو أسبابها وبعدين الجوز يقول شو أسبابه وبعدين بدي أحكي شوي عن التواصل الفعال لأنه هاي المهارة اللي راح تحل كل المشاكل أنا دكتورة نرجع لسؤالنا لنجاوب السؤال اللي وجهناه إنه كيف الأم اللي بتطلع تشتغل هو أمها أو حماتها الجدات يعني من الطرفين موجودين في البيت عم بي ربوا هذا العطفين بيحطوا قوانين الأم والأب بيحطوا الشغلات الزواجبين أنت قلتها برنامج برنامج مثلا الساعة الفلانية مثلا الولاد مش دلوا الساعة الفلانية خلينا اللي أنه البي بتغيّن من يوم ليوم من ساعة لساعة يعني بس تكتعطي للحماية او الام مثل بدي نعطي لي حليب صناعي بدي ينام بهذا الوقت الصبح بدي نعطي حليب صناعي بدنا نعطي الحليب المشفوط كيف بدك تعطي الحليب المشفوط بدنا يا ينام ما يضل صاحي طول النهار وبيدي اياكي من فضلك تعلميه شوي شوي كيفي هدي حاله من النوم الخفيف والنوم العميق هاي هذا علم جديد نعم بس ما طلع من قبل حوالي 7-8-10 سنة نعم الجدة مش هتعرف فيه فلازم نحترم الجدة ونقولها انت انا بعرف انك ذكية وربيتينة بس احابة انه بناء على العلم الجديد انه هيك 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 تعمليه بحب انك ما تعطيش بلاطة بحب انه اذا ابني تحت السنتين ما تحطي على الشاشات بالمرة طب شو بدي اعمل يام يامتي طول النهار ما في حال اعطيها افكار خلي جوزك يعطيها افكار اعملوا رسل ما هو بيعتمد على عمر الطفل نعم عرفت كيف لانه هاي الشاشات انت سألتيني على الشاشات يعني السؤال اللي سألتيني ايا ممكن اضل اجابه اربع ساعات الشاشات مبنيين على الادمان الشاشات بيعلموا الادمان فيهم فيه سيكولوجية الادمان كل اللي عملوا شفتي السوشل دلماء على النتريس نعم 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 بدرسوا السيكولوجية تبعة الادمان وبحطوا كل التريكساي الصغيرة بالبرامج تبعهم وهذا يبلش من عمر صغير 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 نعم فاحنا ما بدنا ولادنا يكونوا مدمنين كيف بدنا نخليهم مش مدمنين على السكر ما نعطيهم سكر نعم نعم نحطهم على الشاشات ونعلمهم كيف يلعبوا لحالهم طبعا الطفل تحت السنتين ما بقدر يلعب لحاله يعني بقدر يلعب لحاله مثلا على عمر السنة بلعب لحاله خمس عشر دقايق يلي على عمره تسعة وشهر يمكن يلعب لحاله ثلاث اربع دقايق واحدة سألتني على واحدة من البرامج اللي عملتها قالت لي ابني عمره عشرة وشهر بدي ايا يلعب لحاله قلت له ما عنده المقدرة والتطور انه يقدر يلعب لحاله لازم يكون فيه تفاعل تاني فلازم يكون فيه تفاعل تاني فانعلم يعني باحترام انعلم انه لانه انا بآمن انه الجد والجدة بيحبوا الطفل وبآمن الام والاب بيحبوا الطفل بس ممكن يكون منظورهم اختلف فكيف بدهم يوصلوا لنفس المنظور هو انا ليش بدي احكي عن التواصل الفعال لانه هو الطريعة انه توصلي لانه يعني نقطة التفاهم على الحد نعم مثلا الاكل انا يا ماما ما بدي اياكي تطعمي بتقول انتي اكلتي وما كانت مشكلة طيب يا ماما انا درست او حكالي الدكتور نصحني انه هلا ما بقدرش ادخل مثلا البيض الا على عمر كزا او اللحمة على عمر كزا يعني انا بسمع كمان انه بنات صبايا عندهم ببيات اجداد بقولك انه انا هلا الاربع خمسة شهر كنا نطعمي كل شيء بس العلم الجديد والدكاترا هلا عم بيعطوا نصايح لالامهات الاجداد بقولك لا اخريلي شوي البيض اخري لنا شوي السمك مش البيض الاكل بالهاي العلم الجديد الجديد دكتورة باسا انه البيبي يأكل من جميع الانواع لانه البيئة البيئة العامة اللي احنا عايشين فيها لانه عملناها نظيفة كتير بنستعمل ديتول بنقتل كل الجراثيم فالجهاز المناعة تبعنا بده يشتغل فصار عنا انفجار بالحساسيات وبالربو وبالأكزمة ليش؟ لانه الجهاز المناعي متعود يشتغل على شغله اذا احنا قتلنا كل البكتيريا والفيروسات اللي حواليه بده يصير يشتغل على حالنا هذا بعد الكورونا اللي يعين لك انا اول ما ايجيت على الاردن قبل الكورونا عم بتطلع على دعايات الديتول بحبه الديتول بلك تسعة وتسعين عم بقول يا ربي طب قتلنا تسعة وتسعين بالمية من هالبكتيريا والفيروسات والجهاز المناعي تبع الناس بده يصير يبلش بجلدهم بده يصير يبلش بالرئة تبعتهم بده يعمل الامراض هاي الجديدة اللي هي بسبب الحساسيات والامراض هاي الجديدة صارت تطلع جديد عند الولاد كمان فكتير مهم انه نعرض يعني التفاعل التواصل الفعال اهميته يا باسمة انه انا بدي اسمع امي شو اللي بتحكي او حماتي شو اللي بتحكي بدي اسمعه بدون ما احكم على اللي بتحكي لانه ايش انت انا عم بحكي الشغلة وانت ضغري تقولي لأ 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 خدي خطوة لورد خدي ثلاثة انفاس عميئة تعدي من المليون للواحد شوي شوي واسمعي بس اسمعي بدون ما تحكمي بدون ما تكوني عم بتعد بتحضري رد على اللي اللي امك او حماتك بتحكي لأنه إنتي لما بتحضري رد أو تحكمي بتسكري باب التفاهم والتواصل خليها تحكي إذا ما فهمت اللي حكته اسألي أسئلة توضيحية طب إنتي ليه شيء عملتي بشوفي لأنه فيه نقطة بدي أحكي فيه مع فيه نقطة بتضحك إنه فيه عيلة كان عندهم يعملوا روستو كل إيستر فكانوا يقطعوا الروستو بطريقة معينة فالبنت سألت أمها يا ماما ليش إحنا منقطع الروستو بالطريقة المعينة قال هاي عادة عندنا بالعيلة وأجت من أجدادنا وهيك إحنا بالعيلة منعملها بعدين الأم اللحماء يعني الأم صارت تتفكر بوخة طب ليش هيك منعمل راعد عند الجدة عند أمها قالت ماما ليش هيك منعمل بالروستو قالت لأنه ماء الطنجرة تبعتي بس كانت توصع الروستو على هالحجم فطريت إنها قصة فالشغلات اللي ما كانت لها إشي حضاري أو إشي يعني مهم بالعيلة كانت شغلة عملتها الأم لأنه استسهلتها فهاي يعني فأنتي زي كأم أو حما احكي اللي عندك اطلبي من البنت إنها تسمعي وتسألك أسئلة توضيحية وبعدين بس تخلص حكي اسألي يا أنت شو سمعتيني عم بحكي لأنه كتير مرات عندنا فلاتر إحنا أنا بسمع اللي بدأ أسمعه ما نحن فيك هيك فقولي لها أنت شو سمعتيني بتقولك شو اللي سمعته بعدين بتقولي لها أنا كان أصدي معلش أوضح لك أنا كان أصدي إني أحكي هيك هيك شو اللي سمعتي هلأ بس هي تكون سامعة اللي حكيتي أنت وليه لا هلأ دورك وإنتي كمان لازم تسمعي لها بدون ما تحكمي عليها بدون ما تكوني بتعدي أجواء حتى لو أنك يعني مليون بالمئة مش موافقة بدك تسمعي لأنه ليش بدك تسمعي لأنه أنت لما تكوني هي عارفة منظورك وإنتي عارفة منظورها تقدروا تلاقوا حل وسط أو تتفقوا إنه ما تتفقوا بس إذا أنت بتقولي هاي بتفكر هيك وهديك بتقول هاي بتفكر هيك كيف بدكم تتلاقوا ما فيش علمي يعني ما فيش إشي فرد لما يخلص الحكي بقولوا أوكي إحنا توصلنا إنه أنت بدك هيك هيك أنا حابة هيك هيك كيف نقدر نشتفن مع بعض كفريق إنه نقلل من إنه نضبط إنه ننظم مثلا أنا ما بحب إنك تضرب إبني ما بحب الضرب أنا هيك تعلمت إنه الضرب بيقلل من الثقة بالنفس بيقلل من الزكاء بيزيد العدوانية عند الولاد فأنتي لما تسمعي هيك حكي إذا كانك يعني الناس قابل للتقبل والتغيير راح تقولي طب أنا هيك بدي أعمل بحفيدي نعم عرفتكي فبصير في مجال للنقاش أنا بدي أحيي لأصدقان اللي انضموا لنا نيلي قبعين وأمل السلمان مريان حجيزي عجازين أنا دكتورة مش متجهزة بس أفيد منكم حلو هذا تنوير للصبايا كمان واللي مقبلي على الزواج أمل السلمان لأنه بهمني ابن بنتي بعمل ما يرضيهم نعم ومفادي إيفون حتار بتحييكي وبتصبح عليكم بتقولك برنامج مفيد أمل السلمان بتقول كلام راح ليش ما نطبق هذا الكلام الحق علي لأني ما بحكي للطفل لا بدي يكون راضي عني وما يزعل مني يا الله ما أحلى الطفل لما ينادي تيتا ما لش أردت على هاي الشغلة يعني هي أمل السلمان كانت تيتا فأوقات الجدات أنت حكيتي دكتورة خلنا نرجع لنركز على بعض الأمور عشان المتابعين ينتبهوا لها إذا التيتا عم تيجي ساعة أو ساعتين بنهار بتقضي هالوقت مع الطفل تعمل البدهيات تستمتع في بعتمد إذا كل يوم لا يعني مثلا مرة مرتين بالأسبوع بتيجي بتزورهم وبدها تلعبوا وبدها ممكن جايبت له إشياء زاكية الولاد دائما بعرف للتيتا لما بتيجي مع هاي إشي زاكي لإلي فهاي الذكرى حلوة إنك تبنيها مع الطفل إنه علاقته بين الطفل والتيتا فالأم لازم توصل لقبول أنا يعني هاي ساعة لساعتين طفلي ذكي حتى الطفل الأول ما يولاد ذكي بطريقة إنه يعرف علاقتي مع التيتا غير عن علاقتي مع أمي وأبوي طبعا هلما مثلا مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع بالزيارة بتتركهم يسووا الهاي مهم جدا دكتورة إنه الأم ما تعطي توجيه للتيتا قدام الطفل آه مزبوط هذا الشي إنه تنتقد التيتا إنه لا آه أنتي ما تعمليش هيك معا قدام الولد وبتصير التيتا تتراجع هذا التراجع يعني بيخلي فيش ثقة بين الطفل وسته لما يكبر يقول إنه التيتا بتعرفش التيتا مثلا بتفهمش التيتا كزان ماما قالت لها لا ويعني هادي ما ت يعني لما أنت أنا بحكي للأم لما أنت بدك تعترضي على تصرف من أمك كتيتا أو من حماتك برضو كتيتا بدك تطلعي إنه كيف تقدري تعطي المعلومة اللي بدك إياها أو أنت شو بدك من التيتا تتصرف مع ابنك بدك تعطي إياها لوحدها وبدك تقولي لها بالزبط شو اللي بدك إياها بالزبط لا تقولي لها يا آنتي مثلا طبعا بغياب الولد بيكون هو نايم وهيك وتقولها آنتي وتكون الآنتي هادي وإنتي هادي أيوة بالزبط تختاري الوقت المناسب تقولك يا آنتي تعملي لها فنجان قهوة على نومة الولاد وقولها يا آنتي بس بدي أحكي لك إنه هذا التصرف بيغلبني بعد ما أنت تروحي أنا رأيي أنا بتغلب ما تبلشي بهذا التصرف بدك تكوني الآي أو هذا الفعل اللي صار أنا أنا بغلبني لايمن بلشي بأنا لأنه الآي هادي مهمة بلشي بأنا يعني عبارة أنا مش عدائية أبدا أنا بحس إنه هيك 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 وكوني بكوني يا آنتي أنا بتغلب كتير لما أنت بتروحي إنه آخذ منه هاي الشغلة أو بصير هو بده ياكل الحلو بدمن على السكر أنا كتير بتغلب لما بتروحي لأنه أنت بتفتحي له اليوتيوب على البرامج لما بتيجي بتعدي بحضنك بتفتحي له اليوتيوب بيحضر من دون قانون أو من دون إذن أو من دون حدود ليش عم بتحط حدودك لأنه التيتا بس تعرف إنه هذا بيعمل إدمان ما حدا بده أحفادي يكونوا مدمين على شغلة لأنه هم فريق عادةً الأب ما بيكون موجود بالديلي بفلق مع الكورونا ومن تغيرة الأحوال في كتير أباء في البيت في أباء في أباء في أباء في أباء فأنا رأيي إنه كل الأمهات يستغلوا وقت الكورونا والأباء حتى لو إنه مش شغل أو يدخلوا الأب بعملية التربية بدال ما يزعل الأب يستغل الوضع ما هو هلأ يعني بدك تدور على شغل مزبوط بس الساعات اللي مش عم بتدور فيها على شغل استغلها للتواصل مع طفلك استغلها لتعلم ابنك كيف يصير زن لمين استغلها بتوثيق العلاقة تبعتك مع مرتك لأنه هاي كلها بتزيد الصحة إلك تزيد صحة زوجتك وبتزيد صحة الولاد وبدأ أطلب شغلة من الجدات كمان أنت طلبتي إنه الأم ما توجه الجدة يعني بدأ أطلب من الجدة أي جدة أم أو حما إنه ما تعمل يعني أول إشي تسأل الأم شو قوانينها وشو رغبتها إذا بدها تكسر القانون ما تحكي إذا كسرت القانون خلص كسرته ما تحكي للولد ما تحكي لأمك عم تطلب منه يكذب آه طبعا هاي كمان بتجو أول هل يهي الماما بتزعل إذا عملنا هيك بس عشان هيك ما تحكي لها فبصفي الطفل عم بيخبي بيخبي وهذا مش صحي وهذا يعني جدتي قالت لأكذب يعني الكذب منيح الكذب من عمره ما كان منيح لازم دايما يحكي وبعدين إذا في عشان نتسكر نتسكر الموضوع إذا في سوء تفاهم ما بتقدروا تحلوه إذا كانوا ولادكم أكبر توجهوا إليهم أنا بحب إنه هاي تاكل هيك شغلات بحب إنك تعمل هيك رياضة بحب إنه الشاشات فالطفل منه لحاله ممكن إنه يقول أنا بدي أتبع قوانين أمي ولا بدي أتبع قوانين جدتي لأنه بهاي الحالة يعني ما فيش إلا حال إنه نقول للحماء أو للأم ما تيجيش وهو هذا الوضع مش منيح لكل العيلة أنا بعمل ضغط كبير أو إنه نتفاهم أنا دايما رأيي إنه المشكلة المشاكل كلها اللي بتصير بأي علاقة هي من سوء التفاهم ومن عدم التفاهم نعم نجمط ومنزعل ومنكبت بدل ما نقول أوكي أنا عندي حد إنه أنا بحب إنه الناس يعاملوني باحترام الاحترام بيبدأ باحترام الذات أنا لما أخلي ناس يحكي معي أو يعاملني بهاي الطريقة مش محترمة حالي لذلك ليش يحترموني الناس التانين أنا قدوة لابني أو لبنتي أنا بدي إياهم يتعلموا كيف يحترموا حالهم ويحترموا الآخرين فلازم يعني كل تغيير بيبدأ من عندنا إحنا لأنه إحنا القدوة صح فإحنا لازم لازم نفرجيهم أنا بحب التيتا بس ما بحب لما تعمل هذا التصرف بحب إنه لما تعمل هيك إنك إنت تقولها لا مثلا عرفت كيف هذا إذا كان الطفل كبير يعني فيه عدة طرق للواحد يحل المشاكل هاي زي ما حكينا القبول والتواصل الفعال بس أهم ما فيها أنه لهم تعرف أهمية وضع الحدود لنفسها وضع الحدود بعلاقتها الزوجية ووضع الحدود مع ولادها يعني ضرق الأم أنا بالنسبة إلي مش 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 مقبول أبدا وبعدين وتحط القوانين لحالة اللي هي ما بتكسرها لأنه بس هي تحط قانون لحالها وتنفذه بتصير تتقوى بتقول هيني حطيت هذا الحد وتبعتها خليني أحط حد ثاني فمع المهارة يعني أنا ما بروح على الجيم يعني إذا بروح على الجيم وأرفع ثقل واحد يصير عندي عضلات نعم المشكلة مع الممارسة فابدوا شوي شوي قرروا على حد صغير مثلا أنا بدي أخذ إجازة من الفيسبوك ساعة اليوم بلاش ساعة خمس دقايق وزيدوها لعشر دقايق نعم بلشو يعني حطوا إجركم على أول خطوة أو درجة وبتقدر بالأخير تطلع على الدرج يعني بتبدو بشغلة صغيرة وعملوها مع أولادكم الأكبر وعشان تكونوا خريق وعشان الأمور تكون هادية إن شاء الله الصحة بين كلنا واحيها تكون حلية إن شاء الله إحنا جينا على نهاية البرنامج وطار الوقت بسرعة بسراحة لأن الموضوع يعني كتير فيه ومداخل ممكن ندخلها لكن ممكن أي سؤال استفسار بتقدروا على صفحة الدكتورة ليندا على صفحتها على فيسبوك وأيضاً تواصل معها عبر المسنجر وتواصل معنا أيضاً على صفحتنا نورسات جوردن وبأي أسئلة واستفسارات أو موضع تانية بتحبوا تستشيروا فيها دكتورة ليندا أبو جابر نشكرك دكتورة ليندا لهذا الموضوع الحيوي والمهم في علاقاتنا بين الأمهات وبين أمهات الأمهات أو الحموات الجدات نعم فنحن منتمنى لكم أصدقانا كل خير وضلكم سالمين وبصحة سليمة عقلياً وذهنياً وجسدياً ونفسياً وأطفالكم يتمتعوا بالصحة والسعادة والفرح ببيئة آمنة وأيضاً أيضاً بمجتمع آمن وسليم وعائلاتنا سلامة عائلاتنا وأمنها وصحتها من سلامة وصحة المجتمع فمنشكر متابعتكم ومننتظركم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من تغريدات عائلية مع الدكتورة ليندا أبو جابر يسعد صباحكم وإلى اللقاء ترجع الدنيا بتضحك لك مورساتي ليل ومير